شاهد معبد هبس الأثري بمدينة الخارجة في الوادي الجديد دراس ضن لظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقدس ومرت شعة الشمس بمدخل المعبد وصولا إلى قدس الأقدس في المنطقة المظلمة داخل المعبد وقامت محافظة الوادي الجديد بالتعاون مع جامعة الوادي الجديد ومع هذه البحوث الفلكية والجيوفيزيقية بدراسة ظاهرة تعامد الشمس على معبد هبس تمهيدا لا اعتمادها بشكل رسمي واستغلالها في الترويج السياحي لأكبر معبد الصحراء الغربية النهاردة نحن بصدد عمل دراسة وفحص وتدقيق لظاهرة بتحدث داخل معبد هبس مرتين في العام في السابع أو في شهر أبريل وشهر سبتمبر من كل عام نحن النهاردة الظاهرة طبعا كانت ملاحظة بالملاحظة البصرية منذ فترات طويلة جدا وتم تصويرها من قبل ولكن النهاردة نحن بصدد تعاون مع المهحد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بعمل دراسة وبحث وتحليل للظاهرة للتأكد من حدوثها في يوم معين من أيام شهر سبتمبر السنة في 2022 الموضوع مازال تحت الدراسة وتحت الإقرار نحن بنحاول نحدد دلوقتي السليم واليوم السليم في اللي بحالينا أقوى إصطاع وأقوى إشعاع في التعامل بتاع الشمس على معبد هبس وإحنا متابعنا حركة الشمس من بدل دي من حوالي الساعة الستة إلى تلت الهدف من الاحتفالية أن نحن نعرف المجتمع على مجتمع الأولى الجديد وطبعاً زي ما أنتم شايفين معنا عدد من الضيوف الأجانب بأهمية الظاهرة وجودها الجدوى من رصدها ومتابعتها وأيضاً تصحيح المعلومات الفلكية لدى عامة المجتمع لكن زي ما حركوا الناس كلها فرحانة ومبسوطة أن الظاهرة دي بيتم الاحتفال بيها بشكل رسمي الأول مرة في تاريخ معبد هبس